ولا دنيا بزخر فيها فتنتا أقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربتا فواغم هو خذ بالجد فيه تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحى بسيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر ما الأشهر الحرم وما منزلتها في الإسلام خلق الله الأشهر وخص منها ما شاء بخصائص وفضائل وأعمال واختار منها أربعة عضم شأنها وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قال ابن عباس رضي الله عنهما جعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم وشهر رجب من هذه الأشهر التي ينبغي على المسلم أن يزداد حذره فيها من الوقوع في المحرمات وأن يكثر فيها من الصالحات ومما يجب الحذر منه في هذا الشهر تلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مثل تخصيصه بصلاة تسمى صلاة الرغائب قال الإمام النووي هي بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار ومنها تخصيص بعض الأيام بالصوم كيوم السابع والعشرين والاحتفال بليلته بدعوى أنها ليلة الإسراء والمعراج قال الحافظ بن حجر لم يرد في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة فينبغي للمسلم أن يتعبد لله بما شرع بعيدا عن المخالفات والبدع قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اشتركوا في القناة وحرارة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثون ألف مقاتل إلى تبوك في رجب سنة تسع للهجرة واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة فأجر الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه ومر الجيش على ديار ثمود فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن لا يشربوا أو يتوضأوا من مائها وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك واقترب موعد اللقاء وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم وخافوا وتفرقوا في البلاد وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها خمسين يوما منها عشرون يوما قضاها في تبوك نفسها هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم وأنزل الله فيها قرآن يحكي قصتها وحال المنافقين معها يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأذان وبعض الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك آداب المشي إلى الصلاة فقال رحمه الله تعالى يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار إذن المشي إلى الصلاة له آداب ومن قدر الصلاة حق قدرها فلا بد أن يمشي إليها ويبدأ معها بما أمر الله به بدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام عن آداب المشي إلى الصلاة فقال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار والمشي إلى المساجد للصلاة من أفضل الطاعات والقربات التي ورد الحث عليها ووعدوا فاعلها بالأجر العظيم فما أعظم أن ترفع لك بها درجة وتكتب لك بها حسنة وتحط عنك بها خطيئة في كل خطوة كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكم بكل خطوة درجة رواه مسلم وذكر أبيل الكعب رضي الله عنه أنه كان رجل لا أعلم رجالا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطيه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فماذا قال ذلك الرجل؟ قال ما يسرني قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشايا إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وأراد بن سلمة وهم من الأنصار بكسر اللام بن سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله وقد أردنا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم ومعنى دياركم يعني إلزموا دياركم وابقوا في دياركم فإن آثاركم تكتبوا عند الله إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم هذه آثار الطاعات والأرض ستشهد يوم القيامة القيامة لمن مشى عليها بحق من مشى إلى عباده هذه الآثار لا تضي عند الله إذن المشي إلى الصلاة فضيلة سواء كان المشي كثيرا أم قليلا طويلا أو قصيرا وفضل المشي إلى الجماعات في ظلمة الليل عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التبشير بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهنا تأتينا مسألة وهي هل الذهاب إلى المسجد راكبا له ثواب الماشي فالأحاديث تدل على أن المشي أفضل ولو كانت الدار بعيدة لكن لو كانت المشقة عظيمة والإنسان كبيرا في السن أو فيه مرض أو ثقل ويصعب عليه الذهاب ماشيا فلا مانع من الركوب وإن حصل أن يمشي ويمر النفسه على ذلك فهو أفضل وأفضل والأجر ليس فقط في الذهاب وإنما حتى في الرجوع قال ذاهبا وراجعا كما جاء في الحديث وذكر المصنف رحمه الله أدبا يتعلق بالذهاب إلى المسجد وهو بعد المشي أن يأتي إليه بسكينة ووقار فإن قال قائل ما هي السكينة وما هو الوقار وما معنى ذلك يعني أن يأتي إلى المسجد بتؤدة بخشوع ليس بإسراع شديد يذهب الحلم ويغير العقل ويحفز النفس فيدخل في الصلاة وهو يحفزه النفس ولا يكون فيها مطمئنا ولا خاشعا ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام المقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار حتى لو سمعتم الإقامة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الذي أدركته صله والذي فاتك أتمه طيب ما هو الفرق بين السكينة والوقار الوقار الحلم والرزانة وقيل السكينة والوقار بمعنى واحد ولكن لعل الوقار هو الحلم والرزانة والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث فمثلا لا يشبكن بين أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد فالوقار في الهيئة غض البصر خفض الصوت الإقبال على طريقه عدم التلفت الذي لا داعي له وقد جاء في صحيح مسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشونه وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا والأصل في المجيء إلى الصلاة أن يكون بسكينة ووقار ولو سمع الإقامة للحديث السابق إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وفي رواية فلا تأتوها وأنتم تسعونه طيب الآن هذا القيد إذا أقيمت الصلاة ليس خاصا بها فليس القيد معتبرا في الحكم فلو واحد ذهب قبل الإقامة يسرع والإقامة لا يسرع لا طبعا إذن لو كان الإسراع مكروها عند الإقامة فقبل الإقامة باب أولى فإنه إذا نهي عنه مع خوف فوات بعض الصلاة فما عدم الخوف أولى وعلى ذلك فالنهي لا تأتوها وأنتم تسعون لا تجي جريا ولا هرولة امشي عليك السكينة حتى لو الإمام راكع لا تهرول لا تجري فالنهي يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة والحديث صريح في أن من خشي أن تفوته ركعة من الصلاة أنه لا يسرع لإدراكها وظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات ركعة أو فوات الجماعة وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بعض أهل العلم قالوا إذا خاف أن تفوته الصلاة فلا بأس أن يزيد في مشه ويسرع ما لم يخرجه ذلك عن حد السكينة والوقار وقيل إذا كان راكبا فلا بأس أن يحرك دابته وليدرك الصلاة ما لم يخرجه ذلك عن حد السكينة والوقار واختار شيخ الإسلام من تيمية أنه إذا خشي فوات الجماعة يعني تفوت آخر ركعة أو الجمعة لأنه إذا فاتت الركعة الأخيرة من الجمعة ركعة الثانية فاتت الجمعة سيصليها ظهرا فاختار رحمه الله إذا خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة وأن ذلك شيء لا بدل له فيرتكب إحدى المفسدتين لتفويت أشدهما قال مفسدت فوت الجمعة يعني فوت الجمعة والجماعة مفسدة وهما واجبان والعجلة منهي عنها نهي كراها هذا يعني من وجهة نظر شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام علّل الأمر بالسكينة بقول فما أدركتهم فصلوا وما فاتكم فأتموا فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشى بالسكينة لا يدخل في الحديث هذا معنى كلامه رحمه الله طيب صلاة الجماعة هل يسرع لإدراك بعضها قال الحافظ العراقي رحمه الله بأن الجمعة يعني لا نعلم أحداً قال بالإسراع لها دون غيرها من الصلوات يعني لا نعلم من فرق فإن قال قائل ما تكونون في قوله تعالى إذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أليس السعي فيه إسراع أليس السعي دون العدو وأن الله قال إن سعيكم لشتى وسعى لها سعيها وإذا تولى سعى في الأرض وثم أدبر يسعى هذا نقول هذه الآيات ما معنى السعي فيها يعني الفعل والعمل وليس معنى العدو والإسراع يعني إن سعيكم لشتى عملكم وسعى لها سعيا وهو مؤمن ما يلزم لها من الأفعال والأقوال وإذا تولى سعى في الأرض يعني شرع وعمل وليس معناها هرول وجرى طيب ماذا بالنسبة لمن قصد إلى الصلاة ومشى إليها وترك العجلة وسكن في ذهابه بمعنى سكون الخشوع كيف تكون خطواته هل يقارب بين الخطى ولا يوسع ذكر بعض أهل العلم أنه يكثر الخطى وأن أنس المارك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع زيد بن ثابت فقارب في الخطى يعني قصر المسافة بين الرجلين بين القدمين فقال أتدري لما مشيت بك هذه المشية فقلت لا قال لتكثر خطانا في المشي إلى الصلاة هكذا إذن حريصون على الأجر بأي طريقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعل من هؤلاء الحريصين وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله أَلَوْ قَدْ دُقْتَ مِنْ حَلْوَاهُ طَعْمًا لَا أَثَرْتَتَا عَلْ لُوْمَا وَاجْتَهَتَا أَسْلَمْتُ عندما كان عمري أربعة عشر عاما بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولى ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين خمسة وخمسين مليون وأربعمائة وثمانية آلاف ومائة وتسعة وثلاثين زائرة من أكثر من مائتي دولة وكان عدد الزيارات أربعة وتسعين مليون وتسعمائة وخمسة وأربعين ألف ومائة وثلاثة وسبعين زيارة وكان عدد الصفحات المستعرضة مائة وخمسة وأربعين مليون وخمسمائة وثمانية وخمسين ألف وثمانمائة وثلاثة وستين صفحة وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك ستة ملايين متابع بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر مليون متابع مع ترجمة الفتاوى لست عشرة لغة لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها فيه نشر الإسلام في أرجاء الأرض تصحيح صورة الدين الحنيف تعليم المسلمين أمور دينهم تصحيح العقيدة والعبادة الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان اعتماد على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث فالحمد لله على نعمه ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين وندعوكم جميعاً أن تنهلوا من معين هذا الخير الحمد لله من الأمور إذن المهمة في الذهاب إلى الصلاة أن يخرج إليها متطهراً قال عليه الصلاة والسلام من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبة رواه مسلم وقال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت ميوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ماذا أيضاً من أداب المشي إلى الصلاة أن يقول الذكر الوارد اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا رواه مسلم أيضاً المقاربة بين الخطى رابعاً من أداب المشي إلى المساجد المقاربة بين الخطى لتكفير الحسنات وتكفير تكفير السيئات وتكفير رفع الدرجات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة يعني في أجر الصلاة ما كانت تحبزه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث في رواه المخاري يعني حتى لو جلس بعد الصلاة إذن قبل الصلاة هو في صلاة والصلاة في الصلاة أجر الصلاة وبعد الصلاة جالس هو في أجر الصلاة سبحان الله ما هذا الكرم الإلهي ما لم يحدث ولذلك لو واحد أراد أن يحدث يخرج يحدث ويتوضأ ويرجع يدخل مرة ثانية إذا أراد أن يواصل الجلوس قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغوا لضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط عده رباطا في سبيل الله انتظار الصلاة انتظار الفريضة انتظار الركل العظيم خامسا عدم التشبيك بين الأصابع فيكره له أن يشبك بينهما من حين خروجه إلى أن يدخل المسجد وفي المسجد وهو ينتظر الصلاة وفي الصلاة أشد لكن بعد الصلاة تزول الكراهة خرص قال عليه الصلاة والسلام إذا توضى أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك النبين أصابعه فإنه في صلاة هذا في الترمذي فهذا الحديث دليل على النهي عن تشبيك الأصابع عند المسجد إلى المسجد وكذلك عند انتظار الصلاة وكذلك في الصلاة أما بعد الصلاة تزول هذه الكراهة وقد ورد في حديث بهريرة في قصة دليدين في موضوع سجود الساو قال فقام إلى خشبة فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه متفق عليه فمتى وقع هذا التشبيك بعد انقضاء الصلاة في ظنه عليه الصلاة والسلام فهو في حكم المنصرف عنها فيكون النهي خاصا بمن ذهب إلى المسجد وبمن ينتظر الصلاة وفي الصلاة لا يشبكن لأن هذا من العبث وعدم الخشوع وهي كأنها كناية أو فيها تشبيك الأمور والتباس الأمور وفلذلك يتنزه المصلي عن هذا وحتى لو ما عرفنا الحكمة نحن ننفذ لأن هناك بالتأكيد أمر ما من أجله كان هذا الحكم والله لا يوحي بشيء عبثه لا يأمر بشيء عبثه ولا ينهى عن شيء عبثه إذن نهي بتشبيك الأصابع الكراهة مقيد بما إذا كان عامدا إلى الصلاة أو في انتظار الصلاة أو في الصلاة بعض المصلين في الصلوات يفرقع يتقطق الأصابع ويفرقع الأصابع عبث لا يليخ بالمصلي هذا من معناها أن ما فيه خشوع وقد جاء عن شعب مولى بن عباس قال صليت إلى جنب بن عباس ففقعت أصابعي فلما قضيت الصلاة قال لا أملك تفقع أصابعك أو تفقع أصابعك وأنت في الصلاة والحديث رابن أمشيبة أسناد وحسن إذن أدب مع الله أدب مع بيت الله أدب في هذه الفريضة سادسا دخول المسجد باليمين وقول الذكر المأثور كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم الله مفتح لي أبواب رحمتك وفي رواية إذا دخل أحدكم مسجد فليقول الله مفتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم أني أسألك من فضلك أخونا أبو عيسى السلام عليكم إنسا إذا جاء المأموم ولد الإمام مثلا راكع أو مثلا ساجد هل إذا كبر يعني يكبر ككبير روحة ولا مثلا يعني يقرد استفتاحه ولا يكبر على طول ويسجد مع الإمام ويعطيكم ألف عافية حياك الله إذا تسمع الجواب ما هي فتنة الدهيماء تسمع الجواب ما معنى آية ما معنى قول الله يعني شرح إجمالي لقول الله نور السماة والأرض الآية وإذا دخل والإمام راكع أو ساجد يكبر تكبيرا واحدا أو تكبيرتين إذا كان الإمام راكعا أو ساجدا ومعنى أختنا سعاد من أسبانيا تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام واتلا بركاته أريد أن أسألنا نحن لما نكن نشتغل يأتينا وقت العاصر ولم نصمي العاصر في الوقت هل يجوز أن نصمي العاصر مع صلاة الدهر قم لا لحظة ارفع الصوت ارفع الصوت ارفع الصوت أريد أن أسألك عن صلاة العاصر نحن في صلاة العاصر نكون في الشغل نعم هل يجوز أن نصلها قبل أم ماذا نفعل ليش ما تصلها في وقتها لا ما نستطيع لأن ما يخلونا الله المستعان طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله أو بكر تفضل تفضل ألو نعم نعم السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورطي وبركاته السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورطي وبركاته أنا أحبك في الله أهلا تفضل يا أخي تفضل شيخنا يعاني من العراق من المهجرين من أخوانكم السنة فما عندنا لا مساجد لنقدر نصلي بها صلاة جماعة ولا جمعة فما هو الحكم الشرع في ذلك طيب طيب الله المستعان نسأل الله أن يغيثكم نسأل الله أن ينصركم نسأل الله أن يؤيدكم نسأل الله أن يرفع البأس عنكم نسأل الله أن يعيد العراق لأهل الإسلام والسنة نسأل الله أن يمكن المسلمين منها نسأل الله أن يزيل سلطان أهل الباطل والشرك وأن يدمرهم تدميرا وأن يأخذهم أخذ وبيلة وأن ينقي بلاد الإسلام منهم لقد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والفساد وقتلوا العباد وسفكوا الدماء وهدموا بيوت الله لعنة الله عليهم نسأل الله أن يأخذهم نسأل الله أن يريح المسلمين منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البأس عن إخواننا والله إن هذه الأوضاع مؤلمة وإن قلوب أهل الإيمان لتتفطر لو هي تسمع أخبار نسمع أخبار إخواننا ثم لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا وهم في هذا الحصار وتحت هذا القصف لكن هذا من ابتلاء الدنيا هذا مما أراد الله لعله تكفير للسيئات ورفع للدرجات وحتى يرد أهل الإسلام إليه وحتى يرجع إلى دينه وإلى الله المشتكى إلى الله المشتكى لا جمعة ولا جماعة إلى الله المشتكى إخواننا لا جمعة ولا جماعة في العراق في الشام هدمت مساجد بيوت الله يقول أنت تتكلم عن آداب المشي إلى الصلاة نحن ما عندنا مساجد حتى نمشي إليها أنت تتكلم عن المكت في المسجد والرباط نحن ما عندنا مسجد حتى نرابط فيه نسأل الله لهم العون نسأل الله أن يعجل الفرج نسأل الله أن يعجل الفرج والله هكذا أهل الشرك إذا تسلطوا على أهل الإسلام لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة سارة تفضل يا سارة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رفع الله قدركم شيخنا في الدنيا والآخرة تفضلي قبل السلام ومتى يكون بعد السلام سجود السهو سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعد السلام طيب 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 أم روان السلام عليكم عليكم السلام وبركاته لو سمحت شيخها بأسأل عن بالنسبة للطبيبة لما تكشف على رجل هل هي متوضية هل زمها بعد الكشف بعد الكشف زمن مع تعيد الوضو تسمعين الجواب إن شاء الله هذا سؤال أيها طيب هاتي إلا هو حكم ما هو حكم لعبة الأولم والورقة الباصرة تسمعين الجواب إن شاء الله الأخ عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبيب الشيخ غدا الأربعة أول أيام خيام أيام البيض فلو أمني صمت الأربعة والخميز ثم أصفرت ثم صمت الأثنين قال لي ذلك لا مانع لا مانع يكون صمت ثلاثة أيام من الشهر وصمت بعد بعض البيض بعض البيض لا مانع طيب بالنسبة فيه فيه رجل يؤدي صلاة سنة العشاء مع خيام الليل في السلطة الأخير من الليل أيضا لو أحصل سنة العشاء إلى سنة العشاء ينتهي وقتها بانتهاء وقت العشاء وقت العشاء ينتهي على الراجح نصف الليل فإذا أراد أن يصلي سنة العشاء في وقتها عادي يأخذ أجر السنة يصلي قبل نصف الليل إياك الله أبو محمد من المغرب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته في إمام في المسجد يقرأ الفاتحة ولا يشدد حرف الياء إياك يقول إياك أيها طيب تسمع الجواب في حكم صلاته وهو لا يضع الشدة على الياء يوسف تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ أسعادك الله ثم أسعادك حتى تبلغ السعادة ممتعة ومن يقول آمين آمين وأنت كذلك وأخواننا جميعا الله يحفر لك الشيخ عندي شؤالي بارك الله في bends شؤالي عن العدة في من يقول أن الوالدة عادي تخرج في العدة أهوم شأننا تبيت في البيت هذا اقول صحيح طيب تخرج لحاجة لا مو بحاجة لا ما يصلح لأن المحادة تخرج لحاجة في النهار وللضرورة في الليل أما تخرج بغير حاجة لا تخرج لحاجة في النهار وللضرورة في الليل حياك الله يا أخي زهرة من المغرب السلام عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي السؤال يا شيخ نعم توفي لي ولد أمره سنتين ونص وسبب الوفاة فباموا زوجة أختي بالسيارة بدون قصد ومات ولما آتت السلطة قالوا لنا لبعض الجيران والمقردين بأن نقول بأنه سقط من النافذ وأهتم كلنا فما دنبونا يا شيخ الله جزيز طيب أنتم تريدون الدية ولا لا تريدون الدية لا نريد لا نريد منه طيب طيب سؤال تاني من فضلك يا شيخ فضلي أنا أمه مع كل حرف له الشديد وغفلت عنه ومات هل لي دنب معه أو مع الله الله يجب لحظة إيش قلت يا السؤال الثاني ما هو أنا أمه مع كل حرف له الشديد قبل موته وغفلت عنه بدون قصد ومات هل لي دنب معه أو مع الله آه غفلت عنه غفلت عنه نعم غفلت عنه بدون قصد مع كل حرف له الشديد قبل موته وغفلت عنه بدون قصد ومات لا بس كيف غفلت يعني خرج إلى الشارع يعني نعم كنت دايبة إلى أختي كنت دايبة إلى أختي زيارة وكان نقاش هناك مع حاماتها ولم أره عندما خارج وصدمه زوجة أختي بدون قصد طيب طيب خير الله يعوذك خيرا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك معاذ فضل يا معاذ أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته ما حكم لبس الفنائل الأندي الكافرة أيوة طيب أحسنت على هذا السؤال أبو يوسف من المغرب تسمع الجواب في حكم لبس الفنائل الأندي الكافرة أبو عبد الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبك في الله يا شيخ حبك الله يا أخي السؤال الأول السؤالين يا شيخ السؤال الأول الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء إذا كان نوما مستغرقا لا يحس بما حوله إذا كان نوما مستغرقا لا يحس بما حوله أبدا غاب تماما عن الوعي عن من حوله فيعتبر ناقضا للوضوء لو كان جالس ومتجع ولا ما في فرق الراجح إذا غاب عن الوعي تماما ولم يعد يشعر بما حوله أنه ينقض الوضوء كله أي مكان حاله طيب السؤال الثاني يا شيخ هل ينكار المنكر واجب على كل مسلم ولا لجهة معينة واجب على كل مسلم حضر المنكر أن ينكر فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فإذا ما قام به أحد يأثمون جميعا كل من علم رأى وعلم وسمع وما أنكر يأثم فإذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أبو أحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته أبي درات أبو سلام جزاك الله خير السؤال الأول يعني باهيمة الأغناء تُعلم مبنى السنة يعني اللي هي الأغناء ويأكل منها ويبيع ما فيها زكاة إلا إذا كانت أعدت للبيع يبيع منها ويأكل أما زكاة بهيمة الأنعام ما فيها إذا كان يعرفها السنة أو أكثر السنة ما فيها زكاة وإذا كان يبيع منها المعد للبيع هو اللي فيه الزكاة إذا حال الحول طيب السؤال الثاني بالنسبة يوم الجمعة هل من أيام البيض هل يجوز يعني صيامه مفردا لا هو إذا كان من أيام البيض معناها أكيد رح يصوم يا قبله يوم يا بعده يوم لا مفرد يعني يصوم يعني من الأيام الباقية يعني هو الآن الآن مو أيام البيض متوالية نعم نعم أيها فهو يبغي يصوم الأيام البيض ولا يصوم بعض البيض البعض يوم واحد الجمعة أيها طيب تسمع الجواب يريد أن يصوم الجمعة فقط من أيام البيض على أنه جزاك الله خير أيها صلينا مع مسافرين ودخلنا المسجد فأراد أحد المسافرين أن يقيم الصلاة فمنعه المؤذن يعني المؤذن يعني المقيم يعني الرسمي يعني تأخروا إلى آخر المسجد وصلوا فل يعني فعلا صحيح يجب عليهم أن ينتظروا الإقامة في المسجد أزاك الله خير أريك الله إذا تسمع الجواب بالنسبة للمسافرين إذا دخلوا المسجد ما أقيمت الصلاة هل يجوز أن يقيموهم جماعة إذا كانوا مستعجلين هل يجوز أن يقيموا جماعة إذا كانوا مستعجلين وهم مسافرون أم يجب عليهم الانتظار تسمع الجواب إن شاء الله خالد من الجزائر تفضل يا أخي خالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجو من فضلك أن تبعلي بالشفاء وشكرا أسأل الله الشافي الذي لا شافي إلا هو أن يشفيك ومرضى المسلمين خديجة 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 مين تفضلي نعم نعم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أريد سؤال عن زوجي زوجي به وثوث طهري في الصلاة والاختسال والنية بهذا يجمع بين الصلاوات الفجر حتى المغرب بوضوء واحد يصليهم ثم يصلي العشاء في المسجد أحيانا وإذا جامع لا يقتتل إلا بعد يوم أو يوما أو أكثر أو أكثر ومع حكم صلاته هذه ويتعدر ويقول أنه عصابه تعدن المجاهدة وهذا الوثوث الوثوث منذ عشرين عاما فمع حكم معه ومع حكم صلاة طيب وأرجو النصيحة وأن يكون برنامج خاص بهذا الوثوث القهري يسأل الله السلام والعافية رضي من السودان تفضل يا أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورطي بركاته والله وجدنا في المغابرة عبر بتاع مسيحه وفيه علم وجدتم بين المغابر مغابر المسلمين وجدنا عدم وجدنا صليب وجدتم صليبا نعم وجدنا صليبا في مغابر المسلمين طيب يعني وما أدرانا أنه هذا قبر نصراني طيب ممكن يكون صليب ألقيا على قبر مسلم والله أنا مدقن من كده لكن هذا وجدنا صليب وأزننا يعني عيوك هو إزالة واجبة إزالة واجبة لكن هل عندكم دليل ويقين أنه صاحب القبر نصراني لا والله خلص إذا نحن الأصل أنه هذه مقابر مسلمين يدفن فيها مسلم إذا ثبت لدينا أنه هذا نصراني دفن مقبر السلمين نخرجه نخرجه إلى قبر آخر مقبرة خاصة بهم أما يعني بين المسلمين يدفن لكن إذا ما عندنا يقين ما عندنا دليل ما ما نستخرجه نعم حياك الله المصالح من الإمارات فضلي حياك الله المصالح من الإمارات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم والله شيخ أنا قبل شهرين رحت عمره مكة وقبل ما نوصل مكة نزلنا جدة بعض عند حد من قربائنا ولكن هناك وأنا محرمة قمت بكحل يعني كحل العين نعم كحل العين ودهنت بعض الكريم هل هذا له رائحة عطرية ولا ماله رائحة عطرية نوعا ما رائحة عطرية نعم كحل يا شيخ طيب تسمعين الجواب حسن من سوريا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عندي سؤالين أول سؤال زوجة أخوي أخوي صلوا خمس سنين محبوس والآن أنا ساكن في تركيا فزوجة أخوي صلوا خمس سنين بعد عنها وبدأ تتجوز فهل يجوز أن تتجوز بدون فسخ العقد لا طبعا لا بد أن تذهب لا بد أن تذهب إلى القاضي الشرعي لا بد أن تذهب إلى القاضي الشرعي تطلب فسخ العقد أو تطلب فسخ العقد وتقول أنا متضررة وبقاء خمس سنوات هكذا وزوجي في السجن ولا أستطيع التواصل معه فإذن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فإذا فسخ العقد اعتدت وتزوجت نعم جزاك الله خيرا يا شيخ حياك الله يا أخي أبو محمد فضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يرفع قدرك يا شيخنا حياك الله يا أخي وزاك خير في سؤال طالع عمرك بالنسبة للغرف الملحقة بالمساجد التي تضع فيها الجنائز أيوة بعض الأخوان يفتيكون الميت ما يضع في الغرفة هذه دخله في المسجد حتى ينال العجر أو كذا من هالكلام فهل فعلا أن هالكلام صحيح ولا لما تكون جنازة داخل الغرفة هذه ويصلى عليها داخل الغرفة هذه مما يعني يعتبر داخل المسجد يعني أوك ما هذه والله شيخ أليست هذه الغرفة يا أخي لها باب مفتوح على المسجد إذا جاوك صار الجنازة نعم تفتح باب كده صحاب فتحوا الباب خلاص إذا هذه الغرفة من المسجد مدام بابها على المسجد فهي حكم وحكم المسجد وهو في المسجد بزاك الله خير بعضهم يقول لا دخله في المسجد ويخله مكشوف لا 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 هذه اعتقادات يقول إذا حطيته في المسجد يأخذ أجر مات خلاص خلاص مات مات لا وليس الإنسان إلا ما سعى إذا مات ابن آدم انقطع عمله انقطع عمله خلاص ويحطه في المسجد عشان يأخذ أجر هو هو ميت خلاص الآن الأحياء هم الذين يأخذون أجر بالصلاة عليه وهو يستفيد من دعائهم الله المستعان حياك الله يا أخي ومعبد الرحمن من الأردن تفضلي ومعبد الرحمن طيب الأخ شعبان شعبان السلام عليكم عليكم السلام وإباركاته كيف حالك يا شيخنا حياك الله يا أخي الله يبارك فيك الله يحفظك حضرتك يا شيخنا كان عندي سؤال الله يكرمك تضر في أحد يعمل في شركة السلموه سيارة السيارة دي كان يعني كانت قديمة وبها أعطال من ضمن العطال دي إنها ما تعمل بالمفتاح اللي هو السويتش لكن بتشتغل عشان تشتغل بتعمل بالدف يعني لازم يدفها عشان تشتغل تمام فكان بيحطها على يعني أما بيجي وقفها بيحطها على زي تابة كده ولا حاجة فأحد المرات راح بيها الدوام ومداوم في أسماء العمل ووقفها على تابة تنحدر أو يشغلها على طول المهم جاء بيحاولي شغالها فما ردست تشغل فبيدفها هو وأحد الموجودين المهم السيارة صدمت وي يعني صدمت بحيث إنه هو صلحها الشركة اللي معطيها له السيارة ما رد يتتحمل تكلفة الصيانة فتحملها هو تمام فهو لي كان معه عهدى وكلام من دوت وصلح السيارة من العهدى بدون علم الشركة فهل دوت يعني هل هو بيتحمل غرم صيامة السيارة ولا الشركة المفروض بأنها تتحمل وإن كان بيتحملها هو تمام فهو لا يخبر الشركة إنه صرف الفلوزي من العهدى فهل يتصدق بيها بحيث أنه يعني يرفع عنه الاسم والحرق إن كان معليه اسم والحرق في الموضوع ده قال عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك على فرض أنهم عليهم الإصلاح لا يجوز أن يغل من العهدى ويأخذ منها لأن هذه خيانة لأنه تمن على هذا المال فلا يجوز أن يخونهم فيه فعليه أن يعيد المال إلى العهدى أخ فضل يا أخ علي علي طيب الأخ محمد محمد أخ محمد السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته والله بس يا شيخنا كنت عايز أسأل أخطك بس سؤالين سؤال بالنسبة أول سؤال كن فيه عند شركة أنا شغل في شركة وفيه جاي لعرض في شركة تانية فصليت صلاة الاستخارة وطبعا إلى الآن أنا متردد ما بين هنا وهناك وفي يوم أن أنا عدت في المسجد وصليت صلاة الاستخارة بعد من صلاة المجد وصلاة العيشة وجت ورأيت في المنام أن أنا بستج يعني بعمل شغال بالسواك بنظف سنين بالسواك ومنظفتها كل الأسنان ده بالنسبة رسالة وأنا فعل أقبل على الموضوع أن أنا أروح في الشركة التانية ولا ما أقبل شي فأنا مش عايير يعني حالية أنا لا علم لي بتفسير الأحلام الله أعلم لا علم بتفسير الأحلام اسأل الله خير وتعوذ بالله يعني أنت ترجح بين الشركتين استشر أهل الخبرة قل لهم عرض علي عمل كذا وعمل كذا واخذ رأي أهل الخبرة أي العملين أفضل واستخيل وقدم عليه وادخل فيه الأخ علي تفضلي علي السلام عليكم وعليكم السلام وإطلاق الله وبركاته كيف حالك يا شيخنا يا شيخنا أنا كنت أعز استصر بس أنا جاني عرض في قناة فضائية قناة فضائية شعبية مختصة في حفلات الزواج والشيلات تمام القناة دي طبعا بيكون أنا تخصص في العمل لأننا شغال منتير يعني منتاج منتاج الحفلات بيجينا الحفلات برتبها وبضبطها وبضيف بس في البداية شيلة ترحيبية وفي النهاية شيلة برضو ترحيبية الشيلات دي بيكون فيها يعني أحيانا بيكون فيها معازف والأمور دي فكيف الحكم فيها بالضبط يا شيخنا الشيلات أنواع فيه شيلات من الأنشيد المباحة من الأنشيد المباحة كلمات طيبة وما فيها لا مؤثرات تشبه الموسيقى ولا ألحان غناء الموسيقية أو الأغاني المعروفة فلا بأس هذه خالية منها تشتغلها أما إذا فيها موسيقى أو مؤثرات صوتية تشبه الموسيقى أو كلمات الغزل والعشق والغرام والعلاقات المحرمة فلا يجوز أن تعمل فيها لقول الله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعوذوا لكم يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل يعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلوقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال وإنك لعلى خلق عظيم العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر وما يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام امتصال المولود فلا تصح عقيقة قبله وتستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يحسب من السبعة ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة بل يحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة حرص الإسلام على زرع المحبة والهد بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورط التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أوطيك فيها عشرة أو بيعها لي أنا بتسعة ودعك منه والراجح أن البيع على البيع حرام سواء كان بالك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة وقديما قال الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائري تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح أن يستخير ويستشير التوبة وقضاء الدين حياكم الله أخوات يقول السؤال يقول ما حكم لبس سوار الطاقة وأنه يسبب السكينة النفسية طبعا هذه الطاقة من الخرافات الشركية لأن أصحاب نظرية الطاقة يقولون إن هناك طاقة كونية تشفي وتسعد وتجلب الثراء ونحو ذلك يريدون أن يقولوا في النهاية أن الطاقة هي الله تعالى الله عن قولهم علوة كبيرة ويقولون لازم يكون عندك تتحد شكراتك والشكرات والجسم الأثيري تتحد بالطاقة والطاقة الكونية ذات تحت معها وفتحت منافذك صار عندك جلبت لك السعادة والثراء وإلى آخره هذا مبدأ شركي وكفري وحرام لا يجوز اعتقاده طبعا في شركات تستغل هذا وتبيع سوار الطاقة وقلم الطاقة وإلى آخر الطاقة وكلها ضحك على الناس نشر شركيات ونهب الأموال طبعا هذه خرافات ما أنزلوا بالسلطان هذا أمر محرم ولا يجوز يقول تسجل بعض الفتيات مقاطع يوتيوب بدون مراعان الخصوصية وتنشر دواخل البيوت طبعا الرزوز الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يعني أصلا الاستئذان حتى ما يمتد البصر إلى الداخل فكيف بمن يصور يطلع للخارج الاستئذان واجب حتى ما يطلع البصر على عورات البيوت فكيف بمن تصور داخل البيت تطلع على خلق الله اليوتيوب واضح يعني هذا والعياذ بالله إخراج أسرار المؤمنين والمؤمنات وإذاء نسأل الله السلامة والعافية قلة دين وقلة عقل قلة جمع وقلة دين وقلة عقل يقول السؤال ما حكم عمل المرأة في التجارة جائز ما في مانع تبيعه تشتري لكن اختلاط مع الرجال في العمل لا تقول المرأة دخلت المحل في بيعين وبيعه بيع تقول البيع يقول للبيع ادخل داخل تقول لا اريد يقول لا ادخل غصب عنك ودخلها في الداخل غصب عنها أمام الزبونة والعياذ بالله ويل لمن شرع الاختلاط ويل له ثم ويل له ويل طبعا لمن يستجيب ويقع في هذا وهذه الصناعة هكذا يعني في النهاية ماذا نتوقع يعني اذا جعلنا البنزين جنب شعلة النار يعني ماذا نتوقع يقول السؤال ما فوائد اذكار الصباح والمساء اولا اجر الذكر انت تذكر الله فاذكروني اذكركم ثانيا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنة في اجر ثالثا الحفظ لان هذه اذكار يحفظ الله بها اعوذ بكلمات اللي التمات مشاريع ما خلق بسم الله الذي لا يضرر مع اسمي شيء في الارض ولا في السماء واسمي العليم وبعضها فيها طبعا استغفار وتوبة فهي فائدة مغفرة الذنوب ابوه لك بنعمتك عليه وابوه بذنبه فاغفر لي وهكذا هل تجوز العمر لمن عليه دين طبعا الاولى ان يسدد دين اولى من يروح للعمرة وخصوصا الدين المطالب به اذا حل لا لا يعمل ما يعرقل او يؤخر او يمنع تسديد الدين هل يجوز مرأة تمسك المصحف ويحاض تعلم القرآن لا تمسكوا بحائل ما تمسكوا باشرة طيب السؤال طبيب يعمل عملية تجميلية لصدر امرأة منتقبة طبعا لا يجوز كشف عورة الصدر عورة ولا لا ثم ما هي الضرورة هل يصار فيها حروق مثلا صار فيها حادث صار لها حادث ولا بس مجرد مزاج ان تبغى تكبر وتنفخ وتكبر وتصغر هذا التلاعب في خلق خلقة الله عز وجل لا يجوز محرم ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن نتائج ذلك اطلاع الرجل الأجنبي على جسد المرأة الأجنبية لا وممكن يعني يضعوها أمامهم ويتغامزوا بينهم بين بعض هؤلاء الدكاترة اشراكوا كذبهم ومرة يصخروا منها ومرة يضحكوا عليها ومرة يقول كيف هي وطبعا افتتام بها كذا لأن هذول أهل التجميل لابد يحطها كذا ويتذوق الشكل ويطالع فيه يمين ويطالع من يسار ويطالع من هنا ويطالع من هنا كما أخبرونا قالوا هكذا يقع والله فيه عيادات جراحات التجميل والنساء ما بين ما هي راضي خلقة الله واللي زوجها يعني خايفة أن زوجها يروح لأخرى واللي كذا فتقع في تغيير خلق الله والعذو بالله بجريمة يعني طيب يقول السؤال امرأة سقطت من على جبل وماتت وابن أخيها لم يغسلها ودفن وقال شهيدة يا أخي حتى لو كان لو قلنا أن لها أجر الشهادة ما يعني أنه هي مثل شهيد المعركة شهيد المعركة هو الذي يدفن بثيابه ودمائه ولا يغسل أما من قتل حرقا هدما غرقا له أجر شهيد لكن يغسل ويكفن وصل عليه ولا بد طيب قالوا ما غسلناها لأن أعضاء عظامها مكسرة طيب حتى لو يغسل ما يمكن غسله حتى لو ما أمكن التغسيل تيمم تيمم الميتة ما في شيء كذا من غير تغسيل لابد طيب يقول السؤال الكحل المحرمة الكحل المحرمة إن كان الكحل فيه طيب فيحرم استعماله طبعا وإن كان الكحل لا طيب فيه فيكره فيكره لأن المحرمة من شأنها والمحرم خلص الآن ترك الزينة لله يعني هو الآن يترك الطيب والأخذ من الشعر والأخذ من الأظفار يترك الترفه لماذا؟ هذا معنى من معاني الإحرام لكن ليس فيه فدية لو قال طيب الآن أنا فعلتها هل علي فدية؟ تقول نقول ليس في وضع الكحل فدية أما إذا وضعته علاجا فلا بأس وضعته علاجا لأن أحيانا الكحل ينفع في علاج آلام معينة طيب يقول السؤال طبعا سبق أن ورد سؤال عن يعني تأديب الزوجة كيف يكون أولا بالوعظ كما أمر الله وقليل من الأزواج من يحسن الوعظ وقليل من يعظ وقليل من يستعمل الوعظ وهو الدرجة الأولى التي ذكر الله فعظوهن إذا ما نفع الوعظ وخوفها بالله بعذابه وحق الله وحقه وعليها وما قال الله ورسوله بشأن الزوج وطاعة الزوج والترغيب فيها والأجر الأجر إذا أطاعت هذا الوعظ فالهجر في المضجع الدرجة الثانية ثم الضرب غير المبرح ثالثا وهذا الترتيب واجب عند الجمهور ما يجوز يروح يضرب وهو لم يعظ ولم يهجر وطبعا هذا الضرب لا يجوز على الوجه ولا في الأماكن المخوفة ولا يكسر عظما ولا يعلم في الجلد ولا يسيل الدم ولذلك لما قال إن لكم عليهن إن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا فضربوهن ضربا غير مبرح هذا يشوف القيد المهم غير مبرح ومن الشروط لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله أو لا يجلد أحد لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله طيب يقول كان فيه سؤال طبعا عن أفضل أضياء صياغ الاستفتاح جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استفتح الصلاة قال سبحانك الله و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك طيب كذلك ورد سؤال عن مذهب الإباضية ينسب إلى مؤسس عبد الله بن إباض يدعي أصحابه دعاوة وينفون عن أنفسهم أنهم خوارج وهم وإن كانوا ليسوا مثل الغلاكة الأزارقة لكنهم ممكن تفقون معهم في مسائل مثل تعطيل صفات الله القول بخلق القرآن ويظهر من كتبهم تعطيل الصفات الإلهية ويلتقون مع المعتزلة في تأويل الصفات ويستعملون التأويل المجازي وهذا طبعا من العدول عن أسماء الله وصفاته عما يراد بها ينكرون رؤية المؤمنين لله يوم القيامة يحرفون بعض أمور الآخرة ينفون الميزان والصراط والقرآن لديهم مخلوق ومرتكم الكبير عندهم كافر كفر نعمة أو كفر نفاق طيب بالنسبة لأحاديث الشام كان بعض الإخوة سأل يكفينا حديث الله مبارك لنا في شامنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لما قال يعني عن فسطات عمود الدين عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام وإني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع بالنسبة لإمام لا يشدد الياء في قوله إياك إياك ذكر بن كثير رحمه الله في تفسيره أن قراء السبعة والجمهور بتشديد الياء إياك وأن بعضهم قرأ بالتخفيف وخارج قراءة السبعة طبعا وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا هو ضوء الشمس فلو قال إياك نعبد بدون شدة معناها ضوء الشمس نعبد وضوء الشمس نستعين إياك أما الصواب إياك 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 نعبد وليس إياك نعبد إياك نعبد غلط إياك نعبد يعني إياك نعبد يعني إيش يعني قرص الشمس ضوء الشمس ضوء الشمس طيب كذلك من الأسئلة فتنة الدهيماء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدهيماء أنها فتنة لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت ما الناس يصدقون تنتهي لو تستمر يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده إذن هذه فتنة تكون في آخر الزمان الدهيماء معناها السوداء والتصغير للتعظيم الطامة العمياء العظيمة فتنة مظلمة تذكاد تذهب عقول الناس يتبدل الدين يمسي مؤمنا يصبح كافرا الدجال بعدها مباشرة ما يتميز بين الناس تسوي فسطاطين طيب السؤال إذا أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد يكبر تكبيره ولا تكبيرتين إن أتى بهما جميعا فذلك أفضل وأحوط يكبر وهو قائم الإحرام ثم يكبر وينحط للركوع وإذا كبر واحدة يجوز ينويها إحرام تقوم مقام التكبيرة الثانية يقول السؤال لبس أندية ملابس الأندية الكافرة لا يجوز لمسلم أن يلبس قمصانا فيها نوع من تعظيم الكفار أو علامة دينية لهم كصليبهم أو شيء يميزهم يعني من خصائصهم من خصائصهم فهذه التي تحمل شعارات الكفار إذا كانت شعارات ترمز إلى الديانة كالصليب حرام استرادة حرام وبيع حرام تسويق حرام لبسة حرام بيع شراء حرام إذا كانت ترمز إلى تعظيم أحدهم صورة اسم محرمة لكن دون التحريم الأول وإذا كان لا ترمز إلى عبادة ولا تعظيم شخص علامة تجارية ماركة بس لا يصور ذوات أرواح ولا صليب ولا في صورة ولا تعظيم أحد من عظمائهم أو افتخر فيه مسلم حطار إذا ما في كل هذا الكلام مجرد ماركة لا بس جائز صيام يوم الجمعة منفردا بنية صيام أحد أيام البيض قال عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم فيكره إفراد الجمعة بالصيام إذا صادف صياما مسنونا كعاشراء أو عرفة فلا يكره إفراده لأن نية عاشرة وليس جمعة من أراد أن يصوم أحد أيام البيض فصادف الجمعة فصامه مفردا فلا حرج عليه لأنه صامه على أساس أنه أحد أيام البيض وليس بقصد الجمعة ويصوم قبله يوم أو بعد يوم حتى يكون أحوط له في ذلك طيب مسافرون دخلوا المسجد ومستعجلين الأصل أن لا يصلي أحد إماما بالناس وما يتقدم على الإمام الراتب ولا يجوز الاعتذاء على حق الإمام الراتب وهو حق بالإمامة لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه إذا تأخر عن الوقت المعتاد جاز وصار على الناس حرج طيب أما لعب الورق فتنعدم المقاصد الشرعية فيه ولا يكسب مهارة ولا خبرة علمية ولا فائدة اجتماعية ولا راحة نفسية بل هو فيه تجد غش مشابهة النرد في قضية توزيع الأوراق وأنت وحظك تفضي إلى خصام وشجار وقد يضيعون به الصلاة عن وقتها ولذلك فتاوى اللجنة الدائمة والشيخان بن بازم العثمين رحمه الله على المن مس الرجل للمرأة أو المرأة الرجل المباشر هل ينتقذ الوضوء إذا كان بغير قصد طبعا لا ينتقذ بدون شهوة لا ينتقذ بعض العلماء قال ينتقذ في كل الحالات ولا شك إذا كان طبعا فإذا كان بشهوة أو صار فيه خروج شيء فلا بد من الطهارة لا بد من الطهارة طيب بالنسبة هذه تقريبا أكثر الأسئلة التي مرت معنا وانتهى وقت البرنامج فنكتفي بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار ويقينا عذاب النار أستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله والبركاته فلو قد دقت من حلواه طعما لا آثرتت على اللوم واجتهت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزفر فيها فتنت فقوت الروحي أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواضح هو أخذ بالجد فيه